اشتركوا في القناة بكل بساطة اذا احنا اعطينا الهاتف او الايباد لصغيرنا وحابين نحنا ما يدخل على بعض التطبيقات مثل تطبيق سفاري او تطبيق الكاميرا حتى ما يقوم بالعبث بالهاتف ويدخل لمواقع نحنا ما منريد الطفل يدخل عليها فبكل بساطة بهذا الفيديو اجيبلكم طريقة رائعة جدا حتى نحنا نخفي اهي التطبيقات من دون استخدام برامج لا تعرفوا كيف وشلون فقط ابقوا معي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيفكن اصدقائي رجعت لكم من جديد مثل ما ذكرت ببداية الفيديو حاليا رح قوم باخفاء التطبيقات اللي موجودة على الايباد بشكل عام لكن شباب اما بلش بشرحي الخطوة بتمنى منكم اول الشي تدعموا قناتنا الاحتياطية يتركت لكم رابطها بصندوق الوصف بتمنى منكم تشتركوا فيها حتى لا قدر الله اذا صار عنا خلال داخل هي القناة نقدر نكمل معكم بالقناة الاحتياطية وبتمنى منكم ايضا تفعيل زر الجرس اللي موجود اسفل هذا الفيديو بكل بساطة رابو شباب رح نتوجه مباشرة الى زر الاعدادات او الضبط انا مجرد ما ادخلت الى زر الاعدادات والضبط هون بالاسفل انا عندي خيار اسمه مدة استخدام الجهاز رح اضغط عليها بعد ما ضغطت على مدة استخدام الجهاز بنزل الاسفل على شي اسمه القيود المحتوى والخصوصية بهذا الشكل طبعا شباب انت بتكون مطفية عندك بهذا الشكل بكون مطفية زر قيود المحتوى والخصوصية فبكل بساطة افعلها مجرد ما فعلها بيطلب مني اني انشئ كلمة مرور بانشئ كلمة مرور فرح تفتح معي الخيارات التالية كل بساطة شباب انا رح اضغط على التطبيقات المسموح بها رح اضغط عليها فهون رح لاقيب على التطبيقات مثل سفاري مثل الكاميرا متصفح السفاري مثل الكاميرا مثل متجر الكتب البوداكسات منه�� ينوعزين يعني انا ما سيبيد المسال بدي اختفي الكاميرا بضغط عليها بهذا الشكل بدي اختفي مثل متصفح سفاري بدي اخفي بريد التالي بهذا الشكل برجع للكلف انا حاليا هون اختفى من عندي البريد الالكتروني اختفى عندي متصفح سفاري اختفى عندي الكاميرا بشكل نهائي اذا بداء رد رد رجعان على سطح المكتب كل بساطة برجع بتوجيها نفس المكان وبرجع بيعطيهم السلاحية بهذا الشكل اذا برجع للخلف بلاقي ان زر الكاميرا رجع ورجع السفاري ورجع زر البريد الالكتروني مثل ملاحظين امامكم وبهاي الطريقة بيكون نحن اخفينا هاي التطبيقات من دون استخدام برامج بتمنى ان يكون افاتكم واعجبكم هذا الفيديو